وبالعودة إلى خبر الوقفة الاحتجاجية في مدينة تدلب استقبل من جديد موسى العرب الوكيل الإداري لمعهد إعداد المدرسين في المدينة أهلا بك سيد موسى هل بالفعل انقطع الدعم عن المعاهد المتوسطة ومن يترى المسؤول عن ذلك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طبعا انقطع الدعم منذ 13 شهرا عن معاهد أعداد متوسطة في سوريا وفي إدلب بالذات نحن نتكلم عن معاهد إدلب الآن نعم من المسؤول يا ترى عن هذا الانقطاع وانقطاع الدعم يعني؟ طبعا نحن بدرجة أولى نتبع إلى وزارة التربية في الحكومة السورية المؤقتة ونحمل مسؤولية انقطاع الدعم للحكومة المؤقتة ولوزارة التربية طبعا طب لماذا تخلت الحكومة المؤقتة عن تقديم الدعم للمعاهد المتوسطة؟ هي لم تتخلى ولم تقول أني تخليت عن دعم المعاهد المتوسطة بل تقول أن الداعم يمر بظروف ببعض الظروف الصعب ولا يوجد لديها ما تدعم المعاهد؟ طب إذن يا ترى ما هي الحلول البديلة لتأمين مستلزمات استمرار العملية التعليمية في إدلب؟ نحن نطالب المسؤولين في المجتمع المدني وفي المؤسسات الإنسانية وفي المنظمات التعليمية المساهمة في حل هذه المشكلة وبدرجة أولى الحكومة المؤقتة نعم هل يا ترى ستعمل الكوادر التدريسية في العمل التطوعي؟ والله الآن منذ شهر تقريبا انتهى الفصل الدراسي الأول وكان عندنا عطلة انتصافية بين الفصلين نصف شهر بعدها من بداية الأسبوع الماضي المفترض أن نكون مداومين في بداية الفصل الدراسي الثاني ولكن المدرسين أبلغون أن الوضع لا يحتمل وليس بإمكانهم الدوام طب ما الذي ستقول إلي حال الطلاب؟ طبعا الطلاب في مشكلة كبيرة وفي مأزك كبير نحن عنا في معاهد إعداد المدرسين في إدلب عنا 2500 طالب تقريبا 2500 طالب هدر رح يضيع مستقبلهم ورح تنقطع دراستهم أو تتوقف دراستهم أشكرك جزيلا شكرا الوكيل الإداري لمعهد إعداد المدرسين من مدينة إدلب الأستاذ موسى العرب